اجرى جلالة الملك عبدالله الثاني مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي في ابو ظبي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى اخر المستجدات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لمحاربة الارهاب واكد جلالة الملك وولي عهد ابو ظبي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات جلالة الملك والشيخ محمد بن زايد النهيان اكد خلال المباحثات ضرورة تصدي للتحديات التي تواجه دول المنطقة خصوصا محاربة الارهاب وتنظيماته في اطار العمل العربي المشترك وبما يعزز الامن والاستقرار لبلدان المنطقة وشعوبها واشدد جلالته وولي عهد ابو ظبي خلال المباحثات التي تناولت مختلف القضايا في المنطقة على اهمية ادامة تنصيق وتشاور السياسي وفي اطار التعاون ضمن منظومة العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات الاقليمية وبما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر